موسيقى خذها قاعدة السلام الداخلي في الحب اللامشروط الحب أسمى المعاني والمشاعر ومن أعلاها لم يكن الأعلى والحب يجب أن يكون في قيمك العليا الحب هو العطاء دون مقابل الحب للعمق وليس للظاهر خلني أعطيك بعض حقائق عن الحب اللي يحب شيء أو شخص مرة فقط لا يمكن أن يكرهه أبدا لو كرهته أنت عمرك ما حبيت اللي يصد إلى عمق الشيء فيحبه أو عمق الشخص فيحبه لا يمكن أن يكره أبدا ممكن يزعج بس لا يمكن أن يكره أبدا حقيقة أخرى الحب مسألة تعليمية وتطبيقية مش إلهامية يعني مو تجي بالإلهام هذه المناسبة ودي أكلمك عن الحب والتوأم الروحي لأنه في معنى جديد اسمه التوأم الروحي فكرة التوأم الروحي هي قايمة على أنه في مكان ما هناك في العالم صمير شخص بمجرد ما راح تشوفه واو هذا هو عرفته هذا توأم روحي واو بس متى ألقاه ويش ده الخبلان يعني ترى في ناس يؤمنون بهذه الفكرة وهم قاعدين يبحثون ومخلينها على الإلهام يعني بين سبع مليارات شخص وهم بطريقة ما بذبذبات ما سيتجاذبون وسيلتقون يوما ما حتى لو بعد سبعين ثمانين سنة بسهم ما سيلتقون الحب حتى القرن السابع عشر كان له معاني عميقة يعني من أحب أحب كان هذا المعنى موجود بعدين في القرن السابع عشر تقريبا كذا ظهرت في أوروبا ظاهرة تسمى رومانسية رومانس بدأت توصف أي شر رومانسية وإعادة برمجة البشرية على هذا المعنى نفساني جميل اسمه دي بوتوم عميق ومضحك أحب أنا يقول مشكلة هؤلاء الرومانسيين أو اللي وضعوا الرومانسية بهذه الصورة أو شي هم بطالين يعني ما عندهم شغل طول اليوم يتباوزون ويمشون تحت الشجر ويتصيدون الغروب وطبعا لازم في طبيعة ولازم في شلالة وشي كذا ناس ما عندها شغل ولا رسالة هو طول وقت مشغول بالحبيب يعني لو قرأت القصص هذه ستجد أول في التاريخ العربي كان ينعدون على صابعيني قيس ليلة عن ترعب لا شي تشدي كذا أشياء وهمية وكنا نأخذها يعني قصص أو تقرأها في ألف ليلة وليلة من الأشياء اللي يعني هي فكشن ما هي حقيقية يعني بس الآن أصبحت لا يعني هذه تتناولها مواقع وبرامج ومحاضرات وكتب وقصص إذا كنت قرأت قصص رومانسية فأنت ملوث ويجب أن تعالج أو تعي تعي أنها قصة مجرد قصة من عالم ثاني وهذا شي جميل هي جسم مجرد قصة It's a just a novel وهذول الناس اللي في عالم ثاني يعني ناس ما عندها شغل وما يجبون عيال وما عندهم زحمة مرور ولا يسمعون للجزيرة ولا العربية ولا يسمعون غير أقاني فيروز الإيجابية فقط وهذا الحب الرومانسي من صفاته أيضا أن الشخص الثاني يفهمك على طول يعني يقرأ أفكارك حتى لو زعلت وسكرت الغرفة عليك عادي يقرأ أفكارك ومن وراء الحيطان عفريت مو حبيب يستطيع يصيد فكرتك وانت قاعد والنظرات الله النظرات والبسمات يا سلام طبعا توقع بمثل هذا التوقع كارثي لأنه أول شهر بالذات الاثنين واهمين ومفسرين للحب الرومانسي وكذا أول شهر ويعني من أفضل ما يكون بعدين تظهر الحقيقة أنه يظهر أن هذا إنسان بشر عادي يعني مثله مثل كل البشر يعني في شوية صفاته وخصال مختلفة لكنه بالنهاية بشر مثلي بس هو قام ينكشف على حقيقته مثل ما هو بدأ يكشف حقيقتي وهذا الحب الواهم يضع العلاقة الجنسية في أعلى قمة الحب هكذا تجدها في القصص وأن الحب تضحية تيتنك على فكرة من صفات الحب الرومانسي أن البطل أو البطلة دائما يموتون يموتون بسرعة يعني خلال شهرين أو سنة سنتين في الغالب لازم حد منهم يموت وكي ما يتطول حتى سنتين ما يتطول شوف كل القصص إذا كنت تفكر بهذا النوع من الحب والرومانسية استعد للموت كلهم ماتوا يضحون للحبيب أفيا حبيب عزرائيل من التيتينك لينقيس بن الملوح لينروميو إلى آخره كلها قصص تضحيات حبيب مريض طول الوقت أنت قاعد ضحي على شانه الحب الرومانسي إذن هو البحث عن الموت المعاناة المرض ويطلب أناس مرضى روحيا الحب الحقيقي هو الحب اللامة شروط الحب الذي لا توقع فيه قائمة من الشروط والله لو لقيناها لنعين هذا في شروطك ملك علينا كلنا يقرأ أفكار يفهمها وهو طائرة يحن في كل الأوقات يمشي ويقطر منها الطيب يفرش لك الأرض ورود يغدق عليك الحدايا grow up أنضج يا أخي الحب عطاء الحب تأخذ وعطى الحب أسمى من أنك تصنفه بهذه الطريقة في السابق كان الحب شيء والعلاقة شيء والجنس شيء يعني هناك علاقة جنسية وراها مجتمع حريم يسمى بالجواري وليس له أي علاقة بالحب وهناك علاقة عمل ممكن تكون صحابية أو زميلة عمل أو شريكة في تجارة وليس فيها أي علاقة حب وهناك زوجة وأم عيال وتمارس مع الحب اليوم 3 in 1 هي هي الزوجة والجنس والعيال وربما الشريكة يعني 4 in 1 فبليز انضج شوي وانتي انضجي شوي الحب أسمى من الرومانس الحب حقيقة الرومانس كذبة ووهم الحب هي أم تطبخ وتشتغل وتصب لك قهوة هي زوجة ما هي جارية هي اللي تشاركك في الحياة الحب ما يخزن ماضي سيء فقط ذكريات جميلة لأنه عادي الحبيب مرفوع عنه القلم وغير متوقع منه شيء الحب انك تحب زوجك اللي شخر او زوجتك اللي مسوي عفسه بالبيت يعني فوضى او اللي عايش او عايشة جنون مش فاهم انت ولا شيء منه الحب لا توقعات لا متطلبات لا شروط غير ذلك استعد للمعاناة او عيش ما يعيشه السابقون يعني زواج وجنس وحب وعمل كل شيء مفصول الموضوع طويل فللحديث تتمه وخذها قاعدة السلام الداخلي في الحب اللامشروط موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة